يعني إذا ضاق رزقه يعمل إيه وتصرف إزاي وأنا بقول لحضراتك يا جماعة إن الرزق ده بيد الله سبحانه وتعالى ربنا أدنا في القرآن يا أم شيماء ورزقكم في السماء وما توعدون وقال لنا في آياتان يوم ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين وابن عباس رضي الله عنهما بيقول لنا كلام مهم جدا ونختلف الناس في كل شيء الناس مختلفين في كل حاجة ما عدا حكتين اتنين أنه لا رازق إلا الله سبحانه وتعالى وأنه لا محي ولا مميت إلا الله سبحانه وتعالى فما حدش حيموت نلائس عمر ولا نلائس رزق ويا جماعة والله 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 من شك في رزقه شك في خلقه من شك في رزقه شك في خلقه والتجربة مع الله سبحانه وتعالى شك اعمل وأنت متأكد أن الله على كل شيء قدير وإن ربنا سبحانه وتعالى هو أكرم الأكرمين وإن هو سبحانه وتعالى الرزاق سو القوة المتين وإن ربنا سبحانه وتعالى قال في القرآن العظيم وما من دابة في الأرض إلا على مين إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين فما حدش حيموت لنائص عمر ولا حد حيموت نائص رز قال النبي عليه الصلاة والسلام لن تموت نفس حتى تستوفي أجالها ورزقها فالأرزاق بيد الله سبحانه وتعالى لكن زي ما أم الشماء بتسأل لو إحنا وجهتنا مشكلة ضيق الرزق نعمل إيه؟ كيف نتصرف؟ واحد أول حاجة كثرة للسغفار ده الدواء يا جماعة ده دواء من الصيدلية الإسلامية من الصيدلية القرآنية من الصيدلية النبوية لو أنا عنده ضيق رزق والناس بتواجه كتير أو ضيق رزق دلوقتي يعملوا إيه؟ استغفر ربنا لأن ربنا عندنا في القرآن فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبني ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا استغفار الدواء الثاني لمواجهة ضيق رزق قراءة صورة الواقعة كل ليلة فقد ثبت في الحديث الصحية أن قراءة صورة الواقعة كل ليلة تنفي الفقر يعني تنفي الفقر يعني تعالج الفقر أنت عايز كمان ربنا يوسع رزقك ولو بتعاني من ضيق الرزق أحسن أو أصل رحمك خد بالقاطع الرحم رزقه قليل عايز ربنا يوسع لك في رزقك يعني صر رحمك عشان ربنا سبحانه وتعالى يكريمك الدواء أربعة كان سيدنا جعفر الصادق رحمه الله كان بعد صلاة الجمعة بعد مصال الجمعة كان يخرج باب المسجد و يستقب الكعبة و يضع الله سبحانه وتعالى ماذا كان يقول كان يقول اللهم إِنّنا أدّينا فرزك اللهم إِنّنا أدّينا فرزك و انتشَرْنَا فِي أَرْضِك وَبْتَغَيْنَا مِنْ فَضْلِك فَارْزُقْنَا و أنتَ خَيْرُ الْرَّازِقِينَ اللهم إِنّنا أَدّينا فَارْضَك دعائتين عشان نستعرفوه و انتشَرْنَا فِي أَرْضِك وابتغينا من فضلك فارزقنا وأنت خير الرازقين إنك على ما تشاهد